يا أستاذة إزيس يعني أنا أمام المرأة المصرية الحقيقة هي دايما تزهلنا يعني دايما وجودها ويمكن المرأة لأن هي دايما عندها الإحساس بأن هي عايزة تحتمي زي ما حضرتك قلت أو تحتضن زي ما قلت لما بتعودوا معهم وطرق الأبواب يعني إحساسهم إزاي بما يحدث شايفين أنه يعني هم كمان بيبقوا القائد بتاع الأسرة خليني أتكلم على طرق الأبواب لأنه دايما من الحاجات اللي احنا بنفذها طول الوقت على الأرض ودي وسيلتنا للتواصل المباشر مع السيدات احنا بطلنا نعمل بقى ندوات وجلسات حوارية وبردو هي طرق الأبواب بيبقى في أماكن إيه أي مكان ممكن يخطر على بالك احنا بننزل فيك طرق أبواب احنا بنستهدف كل السيدات في كل المواقع تركيزا على المناطق اللي فيها أقل حضرا يعني بالذات كمان في قرى اللي بتشملها مبادرة حياة كريمة لأن احنا بنشتغل مع الدولة على فكرة أن احنا نمي وعي المواطن كمان عشان يحافظ على النتائج واللي بتحققه والبنية التحتية اللي بتتعامل عشان يقدر يحافظ عليهم كلميني عندول تحديدا لأنه يمكن احنا القاهرة والجيزة والمحافظاتنا الكبيرة يعني معروف أنه أكيد يعني عندهم يعني نسبة من الوعي والمشاركة موجودة لكن أنا يعني ساعات ببقى مزهولة أكتر أنه حتى محافظاتنا البعيدة الناس عندها وعي كبير ده حقيقة خلي بالك أنه هما عندهم إحساس أنهما ربما يكونوا بعيد لكن اطلاعهم أعلى تركيزهم تركيزهم أعلى عشان كده لما بنروح نتكلم مع حد إحنا عادة بنعدي على البيوت ونتكلم مع الناس ونتكلم معهم على قضايا الوطن وفتكر أن إحنا مثلا لما عملنا الحملة الممتدة ترك الأبواع باسمها بلدي أمانة كنا اشتغلنا في الأول في الفترة الأولانية على قضايا الخاصة بزي ما ننفق ما سمعش الإشعاعات إزاي نسمع لبعض نتكلم مع بعض نتحاور إن إحنا كمان نشرح لهم نشرعات القومية لأنه كان في وقت من الأوقات السوشيال ميديا كانت بتبس رسائل مغالطة عن الدولة المصرية وعن المشروعات القومية وغيره فبناقض نكلمهم عن القضايا دي طبعا كمية الوعي وكمية الناس اللي فهمها ومدركة قد كده هم يعني ما بيسمعوش للكلام اللي بيتقال ده ولكن كان في بعض الأحيان إحنا محتاجين نركز قوي على فكرة إنه آه إحنا فيه ظروف صعبة اللي إحنا بنمر بيها مش صعب على مصري صعب على العالم كله فيه غالة الغالة موجود في الدنيا كلها مش في مصر لكن هل حصل في وقت من الأوقات إنه الدولة تخلت عن المواطن ما حصلش في عز الأزمة الاقتصادية هتلاقي إنه النسب البطالة بتقل تكافل وكرامة الأرقام بتزيد المشروعات القومية ما توقفتش المرتبات بتزيد هي الدولة عندها حتى محدود الدخل وأهلنا حتى من الفئات المحدودة أولويات المرة التانية بعد كده لو منزلنا نتكلم نتكلمنا على الانتخابات مباشرة وده بدأنا في نفس الحملة إحنا عندنا مرونة كافية لإحنا نغاية حمل بلدي أمانة نغاية الرسائل حسب الظروف أو المناسبات وإحنا لما بدأنا الحملة دي إحنا بدأنا عشان نهاية البيئة التحتية إنه جاي عندنا انتخابات وجاي عندنا مناسبات لازم ننزل فيها ندي بالصوت عشان كده كان من أهم الرسائل اللي احنا بنتكلم عليها في رسالة نزلي وشاركي برأيك في مجتمعك المحلي وبعد كده نقدر بالرسالة الجديدة لا ده تنزلي وتشاركي بصوتك في الانتخابات زي ما عوتينا ودي كان الرسائل اللي احنا بنشتغل عليها نسبة التفاعل كانت عاملة زي يعني لو قلت لحضراتك 100% مش هكون كذابة لأنه دي حقيقة تفاعل عالي جدا الستات فعلا زي ما بقول لحضراتك مؤخرا على قد ما كانت هي مهتمة بأسرتها وإنها توفر الأكل للأسرة بتشتكي من الغلو بتشتكي من الأسعار لكن الفترة دي ويمكن ده حتى احنا نلاحظينه إنه هدي لحضراتك مثلا احنا عدنا دلوقتي بعض المشاكل في توفير بعض السلع التنمونية في فترة من الفترات السابقة كان الصوت عالي جدا للمواطنين بيشتكوا من الموضوع ده ومع ذلك اتحلت مشكلة السك واتحلت السك وقالوا إنه كمان هتحصل في الرز ما حصلش ما سمعناش إن حد اشتكى ما ليش احنا أحسن من غيرنا أنا هقول لحضراتك بعض الأقوال دي حقيقة هقول لك بعض الأقوال اللي كانوا الستات بيقولوا هالي مباشرة الستة لما أنا قلت لها لما كنا نتكلم على الغلاء والأسعار قاليتلي ومالوا السكر يغلى بس أنا فوقي سقف صحيح دي عبارة بتقول إن الستة المصرية اللي هتنزل هتنزل عشان الدولة المصرية عشان تدي صوتها لاستقرار الدولة المصرية أنا ما عنديش أي قلق من الستة المصرية بالعكس ستات مصريات وفضليات وكده